اشتركوا في القناة او لك انت كتبعيها غتحمر لك وجهك ومعك ليانك فقط تابعي المراحل وطبقي ذك شي كله اللي في الفيديو وان شاء الله غتنجح لك من اول تجربة ومية في المية وغتفرحي بها بزافة اللي هي المعتمدة عندك ندوزوا مباشرة نشوفوا المقادر ومن بعدها نشوفوا ان شاء الله طريقة اول حاجة غدي نحتاج لكاسونس ديال الزيت كاسونس ديال ساندة غنحتاج نصف كاس ديال جنجلان محمر ونصف كاس ديال اللوز حتى هو محمر ومهرمج غنحتاج الـ 125 جرام ديال الزبدة غدي نحتاج المعلقة صغيرة ديال القرفة و تقريبا ثلاثة ديال الحبات ديال مسكة حرة مدقوقين غنحتاج لدقيق تقريبا خمسة الكيسان او لخمسة الكيسان ونصف غدي نحتاج الصاشي ديال الخميرة زائد نصف صاشي يعني صاشي ونص ديال الخميرة نتمنى انكم تتبعوا المقادير تحطوها مضبوطة باش ان شاء الله غتصدق لكم من اول تجريبة ندوزوا باش نشوفوا ان شاء الله طريقة اول حاجة وكيف ما دائما ديك القبيصة ديال الملح هي اللولة غدي نزيد عليها الزبدة وساندة وغدي نبقى نمعك فيهم زيان هنا يلا بغيناها تنجح لنا فالسر ديالها من اللي معيك اللول يعني من اللول خاتك تتمعكيه مزيان تسعطك واحد القيوام كريمي يعني تكون كريمية يجب ف씩 ما تخلي هاش يعني وآساندة رهة بين يعني متخليش ساندة بين هنا بالنسبة الساندة يلا بغيتوا تديروا ساندة نسكاس او لا كاسونس ديروه ما بغيتواش تديروا الساندة و بغيتوا تديروا السكر غلاسة ديروه الفرق بينتهم هو ان السكر غلاسي كييجيبها شيشة والساندة كيجيبها مقرمشة يعني شوفوا انتم كيفش كتبغيوا هاذ الغريبة ديالكم تكون اي ما هشيشة اي ما مقرمشة من بعد ما غدينا معكها مزيان غدينا نزيد عليها الزيت ونمعكها ايضا مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا في الصور هنه كي ما قلت لكم ضروري تمعك مزيان حتى كتولي كريمية في الدينة هذا هو السر ديالها يعني بلص ما انكم تدلكوها غير معكو الزبدة مع الساندة مع الزيت مزيان يعني هذا هو السر ديالها كيف ما كتشوفوا كتعطينا هاتشكل هادا من بعد غدي نزيد اللوز ونزيد جنجلان ونزيد القرفة والمسكة الحرة بالنسبة اللوز انا كي عجبني اللوز باش كي بقى بين يعني كي عجبني من هرمشوش بالزاب نخليه قطع شوية بينين باش كي عجبني نبقى نشوفو في البهلام اللي كالطيب كي عجبني نشوفو صافي هنايا كيف ما قلت لكم غدي نزج هادا العناصر ونزيد عليهم الخميرة ومن بعد غدي نبدأ نزيد في الدقيق هنا بالنسبة للدقيق راه كيختلف نوعيات الدقيق يعني من النوعية الاخرى كي ندقيق اللي كي شرب وكي ندقيق كيف ما دي ما كنقول لكم اللي ما كي شربش وكتطر باش تبقى يتزيدي بالنسبة لي انا هنايا فالدقيق درتو كامل قريبا 650 جرام ديال الدقيق هي اللي درتها كاملة يعني اخدت ليه 650 جرام كاملة هادشي اللي كين من اللي نبدأ نعجن كنعجن بشوية 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 ممكن نخويش الدقيق كله باش نتفادى انها ما تقصحش ليه فهديك كتكون مشكلة ويعني كتفضلي انها تكون رطبة وتزيديها الدقيق لانها تقصح ليك وما تلقيش ما تدري لها صافي غادي نبقى حتى نجمع كل شي مهم انتم ما كتشوفوا الفيديو راه غاني عن كل شرح صافي غادي نبدأ نجمع فيها خاص هتكون يعني تعطيني هاد القوام هذا ومن بعد غادي نديرها في الفيديو فهذا البانيو اللي كان فيه دقيق وفهذا الاثناء راني غادي نشعل الفران إلا كان الفران ديال غاز كيف مديمة كنقول لكم كنديرو يسخن مزيان مزيان يعني يسخن مزيان مزيان عادة كان بدأ نشكل في الكويروس ديالي ديال الغريبة إلا كان ديال الضوء أو ديال كهرباء كنديرو يسخن على ميتين درجة وكنخلي الغريبة طيب على مية وثمانين درجة من الفران كيما قلت لكم درت الفران يسخن خاصه يكون سخن مزيان مزيان وصافي وبديت كنكور فيها الحبات ديال البهلة كيختلفو كل واحد يعني يدير القياس اللي كي أولى العبار اللي يبغى انا درت عشرين جرام كيلي كي دير حتل ثلاثين جرام انا كيعجبوني يكونوا هكا كبار شوية وبينين وحتى السيدة مولاتها بغتها تكون بلدية وكبيرة شوية هلشي علاش انا درتها شوية كبيرة بغتوا تتصغروها 18 جرام اولى اقل يعني كل واحد و الضوء دياله بعد ما سخلي الفران اه دخلت اللاطة ديال الغريبة لتحت شوفوا فين غن حطها لتحت والعافية فوق منها العافية كنقصها ماشي تلحد كنخلي شوية ديال يعني ذاك الجهد ديالعافية يبقى يعني ماشي كننخليها ميتة كنخليها شوية باش كتساعد انها تفرق عضغي وهذه هي الغريبة اخواتي كتجي علها تشكل هدا كتجي مفرقعة كتجي بنينة كتجي مقرمشة يلا بغتوها جي مقرمشة تعجنوها بسكر سانيدة ويلا بغتوها تجيكم هشيشة تعجنوها بسكر غلاسي ومن الاحسن تعجنوها بسكر سانيدة لانها كتبقى محافظة عليها المدة اطول كتبقى مقرمشة المدة اطول يعني ما كتهشاش مع الوقت هاد الشي اللي كان بالنسبة للاتمينة فالتمن البنات كيختلف من مدينة الاخرى مثلا انا هاد الغريبة هدي كنبيعها بثمانين درهم الى كانت ديال اللوز مع المارغارين اما الى كانت ديال اللوز مع الزبدة الحيوانية فكتبع بمية درهم كنظن ان هاد الاتمينارها فمتناول جامع والناس عارفين الزبدة الحيوانية شحل كتدير يعني لما نحتاج اننا نقولها يعني هاد الشي اللي كينتمنى ان الفيديو كنا الاعجابكم الاخوات اللي كي يخدموها او ما كتصدقش ليهم فلي كومنت ديالهم ان شاء الله اعتمدوا هاد الوصفة رها غتتحمر لكم وجهكم وحتى السيدات اللي كي بغيوا وجدوها لديورهم رها غتتحمر لكم وجهكم مع ضيوفكم نتمنى انها تكون نالت اعجابكم سمحوا لي اياه الى طولت عليكم ما كنسخاش بكم ان شاء الله الفيديو الجاي انا غنبقى دائما نحط لكم اي وصفة مع التامان ديالها ومعلومات عليها غنحط لكم المقادير مضبوطة في صندوق الوصف كيف ما كندير دائما هاد الشي اللي كاين والسلام عليكم لي ما زال ما تابونوش في قناتي مرحبا بكم مرحبا بتعليقاتكم مرحبا بلايكاتكم كتشجعوني باش نبقى ديما نحط لكم يعني اللي قدرت عليه من الفيديوات والسلام عليكم مرحبا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة